تحت شعار الأقصى يجمعنا نظمت مؤسسة درجة شبابية أمسية مقدسية بمناسبة عيد الفطر المبارك وذلك في جامعة صباح الدين زائم في مدينة اسطنبول للتأكيد على مركزية قضية القدس وحضورها في كل الميادين حرصنا في مؤسسة درجة بعد الأحداث التي حصلت في المسجد الأقصى في شهر رمضان وبعد صد العدوان التي حصلت من الصهاينة على المسجد الأقصى وصد المسلمين في المسجد حرصنا على إقامة الفعالية فرحة بالانتصار وفرحة بعيد الفطر المبارك هذه الفعالية تأتي ضمن الحراك الشعب العالمي للأمة فيما يخص نصرة الأمة لقضية القدس والمسجد الأقصى المبارك في فرحنا في ترحنا في كل أنشطتنا القدس حاضرة المسجد الأقصى حاضر حضور شبابي كبير في هذه الفعالية يبين تجذر القضية المقدسية في فكر الشباب ويعطي صورة المشرقة لجيل لا يحيد عن بوصلته مهما حاولت أدوات التطبيع التشويش عليها حابين نحن نهارضا نوجه رسالة لكل طلابنا المصريين والعرب في تركيا أن قضية فلسطين وقضية الأقصى هي قضيتنا الأولى وقضيتنا الأم القضية المركزية لكل شب وطالب عربي ومصري في الأحداث التي تحصل في المسجد الأقصى الآن يجب من دعم هؤلاء المرابطين في المسجد الأقصى المبارك فهذا أقل شيء نقدمه أن نحتفل في هذا العيد بروح مقدسية وبروح المسجد الأقصى أن يكون حاضرا في القلوب وسويداء الأجدان والروح وتخللت الفعالية كلمات لشخصيات فكرية وسياسية ومشاركات فنية غنائية تنبض بروح الثورة والتغني بالأقصى وبطولات المرابطين فيه وحملت القدس في هذه الفعالية عروسا على صهوة الشعر بقصائد تجسد واقع الأقصى وتفتح طريقا للفتح المرتقب في عتمة الاحتلال المخيم منذ عقود كن حازما أنف الحياة ذليلة فاختار ميتة واقف إصرارا كن مثله أرسل رصاصك غارة حتى تجرعت الأبيب مرارا وارحل إلى الأقصى بزيت من دم أسرجه حتى نكمل المشوار شكرا 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 شكرا